السؤال عشان ابني وانا مليش حد يقف معايا ودلوقتي هو خرج من المصحة وابتده يرجع تاني لمخدرات وانا سبت البيت ومحد يستأل فيا وهو مش عايز يطلق وانا تعبت من بهدلته اهماله وعدم مسؤوليته للبيت ولي بيت ولينا اعمل ايه السؤال ده السؤال ده متكرر وهو سؤال في غاية الصعوبة ايه صعوبته صعوبته انه محتاج في الحقيقة ان احنا نقف بجدية على هذه الحالة وإلى اي مدى وصل هذا الادمان وإلى اي مدى الشخص ده مسؤول عن تصرفاته ولا لأ وعشان كده انا شايف ان السؤال ده عشان اقدر اجاوب عليه بشكل صحيح لو سمحتم انتو الاثنين تواصلوا معانا وتعالوا نتكلم بشكل دقيق جدا جدا في مركز الاشياد الزواجي لان احنا لو ما عملناش كده احنا ممكن نقول كلام يضر ومش ينفع لما منقس بشكل صحيح مدى الضرر الواقع على اطراف الزواج ده لان في الحقيقة الادمان في الحقيقة مخيف الادمان مرعب الادمان مدمر وعشان نقدر نعرف ده ممكن يوصل الى اي حد من التدمير ده محتاج مباشرة ان احنا نشوف الناس بمباشرة اي حد عيجاوب على ده من غير ما يشوف الناس ويقيس احتمال كبير يكون ظلم الطرف من الطرفين اشتركوا في القناة